سجل قمعي يزداد ثقلاً هو حال النظام الإيراني تجاه المعارضين لا يكد يخفط طنين الانتهاكات حتى يرتفع لتثبت في سجلات طهران نقاط صوداء تضعها في دائرة الإدانة آخر ما استجد بهذا الصدد محاكمة السلطات القضائية في بلجكا ديبلوماسياً إيرانياً مع ثلاثة آخرين بتهمة التخطيط لمحاولة تفجير تجمع لمعارضين إيرانيين قرب العاصمة الفرنسية باريس في صيف العام 2018 المعني هنا أسد الله أسدي الذي حددته بريكسال على أنه عنصر في الاستخبارات الإيرانية ويواجه وفق ديبلوماسيين عقوبة السجن المؤبد في قضية أثار توترات بين باريس وطهران أسدي الذي قدمته النيابة بصفته منسق محاولة الاعتداء تلك كان يعمل في ذلك الوقت في السفارة الإيرانية بفييننا وهو أوقف خلال زيارة له إلى ألمانيا حيث لم يعد يتمتع بحصانة ديبلوماسية يعيد الحدث إلى الأذهان السليب القمع التي ينتهجها النظام الإيراني ضد معارضيه داخل الحدود وخارجها كما يجد فيه كثير من الديبلوماسيين مناسبة لدفع الحكومات الغربية إلى ضرورة رسم معالم علاقة أكثر تشدداً مع النظام الإيراني من خلال اتباع مسار العزلة الديبلوماسية عزلة تبدأ وفق الديبلوماسيين الغربيين عبر أغلاق السفارات الإيرانية في العواصم الغربية أو مقاطعتها بسبب إصرارها على قمع المعارضين في الخارج واستهدافهم بالقتل بهدف كتم أصواتهم وهو خيار يرى مراقبون أنه حتمي باعتباره أحد الآليات الدولية لمواجهة الإرهاب العابر للحدود ترجمة نانسي قنقر